با لك من التأصيل ده بايع طلحة والزبير وكذب من ادعى أن طلحة والزبير لم يبايع علي رضي الله عنه كلا بل بايع طلحة والزبير كما بايع الصحابة علي رضي الله عنه طيب خلي بالك بقى خلي بالك من بداية الخلاف من بداية الفتنة الصماء البكماء العمياء التي سفكت فيها كثير من الدماء الزاكية الطاهرة ومزقت فيها الأشلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بعد يومين من البيعة دخل طلحة والزبير على علي رضي الله عنه وطلب منه أن يقيم الحد على قتلة عثمان خلي بالك من الكلام طلب طلحة والزبير من علي رضي الله عنه أن يقيم الحد على قتلة عثمان رضي الله عنه ورفض معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في الشام البيعة ليه؟ عوز الخلافة؟ أبداً طلب من الناس أن يبيعوه ليكون خليفة باد عثمان أبداً إطلاقاً إذن ماذا أراد؟ أراد معاويته رضي الله عنه بعدما أرسلت له نائلة زوج عثمان رضي الله عنها وعنه بقميص عثمان الذي قتل فيه وأرسلت فيه أصابعها التي قطعت وهي تدافع عن عثمان وذهب القميص إلى معاوية فلما رأى القميصة ورأى أصابع نائلة علق القميصة على منبر المسجد الدمشقي وبكى بكاءاً شديداً وبكى من معه من الصحابة وبكى الناس جميعاً وقاموا ليبايعوا معاوية على ماذا؟ على الخلافة؟ لا لا وإنما على المطالبة بدم عثمان وعلى إقامة الحد على قتلة عثمان رضي الله عنه تدبر معي في كل لفظة لأن الباطل مبثوث في الكتب والأسفار وبكل أسف أقول لم يدون لم يدون التاريخ الإسلامي إلا بعد زوال دولة بني أمية في أوائل دولة بني العباس وقام على تدوين التاريخ الإسلامي ثلاث طوائف الطائفة الأولى طائفة المنتفعين الذين أكلون بأقلامهم وهذه الطائفة ليخلوا منها زمان ولا مكان فشوهت هذه الطائفة تاريخ بني أمية بدءاً من معاوية رضي الله عنه لصالح أمراء بني العباس الطائفة الثانية انقسمت إلى فريقين فريق ألها بعض الصحابة وغال في حبهم وفريق كفر بعض الصحابة وجافى ولا حول ولا قوة إلا بالله أما الفريق الثالث أو الطائفة الثالثة من الطائف التي دونت التاريخ الإسلامي هي طائفة علماء أهل السنة كابن الأثير وابن كثير والإمام الطبري والحافظ بن عساكر وغيرهم وغيرهم وهؤلاء للظروف هذه التي أتحدث عنها الآن نقلوا كل الروايات نقلوا كل الروايات وكل الأخبار نقلوا كل أخبار الإخباريين وكل الروايات لكنهم تعمدوا أن يذكروا كل روايات بسندها حتى يأتي بعد ذلك من يريد أن ينقل من هذه التركة الضقمة ليقف على صحة الرواية من عدمها بالحكم على سند هذه الرواية بالحكم ابتداء على سند هذه الرواية ثم بالحكم انتهاء على متن هذه الرواية فخاض كثير ممن لا يجيدون السباحة في تاريخ هؤلاء الأطهار وراح كثير من هؤلاء من الكتاب والأدباء والمفكرين ولا أريد أن أسمي أسماء الآن لينقلوا من هذه التركة بدعوى أن هذه الأحاديث موجودة في كتب أهل السنة كالبدأة والنهاية كتاريخ الطبر كتاريخ الحافظ بن عساكر إلى غير ذلك ولم يقف هؤلاء على صحة هذه الروايات ولم يحققوا الروايات لا سند ولا متنة فأساءوا من حيث لا شعرون إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشوهت وزورت فترة من أخطر فترات التاريخ وتصح كلمة فترة تصح كلمة فترة كما قال بالمنظور وغيره نعم شوهت أخطر فترة من فترات التاريخ بمثل هذه الروايات المكذوبة التي لم يحسن كثير من النقلة أن يقفوا على صحتها إذ لا علم لهم بأصول أهل بأصول علم الجرح والتعديل لا يستطيع أن يحكم على هذه الروايات إلا الجهابذة النقاد والصيرفة الأفذاذ من علماء الجرح والتعديل ومن ثم شوه تاريخ الصحابة في مدة زمنية من أخطر فترات التاريخ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تربروا معي أيها الأفاضل دخل طلحة والزبير على علي رضي الله عنهم جميعا وطلب منه أن يقيم الحد على قتلة عثمان فاعتذر علي وهو الفقيه وهو الفقيه نعم أنا أقول دائما الإخلاص وحده لا يكفي بل وأقول دائما الحماس وحده لا يكفي بل يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع الأمر يحتاج إلى فقه ويحتاج إلى علم ومن كعلي من في فقه علي ومن في علم علي بل ومن في ورع علي بل ومن أعلم بكتاب الله في الصحابة جميعا في هذا الوقت من علي بن نبي طالب والله لا أحد أقولها لله بملء فمي والله لا أحد والله لا أحد علي قال أنا لا أملك القوة التي أقيم بها الحد الآن على قتلة عثمان والكلمة في الأمصار مختلفة واعتذر علي رضي الله عنه فغضب طلحة والزبير وترك مجلس علي وانصرف إلى أين إلى مكة لماذا لمقابلة أم المؤمنين عائشة ولماذا تركت عائشة رضي الله عنها المدينة إلى مكة كانت تؤدي مناسك الحج بقدر الله جل وعلا وهناك في مكة تسمعت بمقتل عثمان رضي الله عنه فخرجت أم المؤمنين عائشة لتستنهض الناس جميعا للمطالبة بدم عثمان وقد تأولت قول الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيمة فخرجت أم المؤمنين عائشة ولحق بها طلحة والزبير وانطلق إلى مكة فأرادت أم المؤمنين أن تنطلق إلى المدينة لتستنهض الناس فقال طلحة والزبير وكان معهما عبد الله بن عامر وهو والي عثمان رضي الله عنه على البصرة قال عبد الله بن عامر وطلحة والزبير يا أم المؤمنين إننا لا نقدر بمن معنى على تلك الغوغاء بالمدينة الله هذا اعتراف صريح من طلحة والزبير رضي الله عنهما رضي الله عنهما اعتراف صريح بأنه ملا يملكون القدرة والقوة التي يستطيعون بها أن يقيموا الحد على قتلة عثمان رضي الله عنه في المدينة فقالت أم المؤمنين فإلى أين نتجه قالوا إلى البصرة وأصروا على ذلك قالوا فإن اجتمعت كلمة المسلمين هناك تحقق لنا ما نريد يعني من استنهاض الناس والأمة للمطالبة بدم عثمانة رضي الله عنه اسمع وخلي بالك معي يا أوي يا الله وخرجت أم المؤمنين مع طلحة والزبير واجتمع حولها عدد كبير جدا من الناس يراعون فيها حرمة سيد الناس صلى الله عليه وآله وسلم وفي الطريق مرت أم المؤمنين عائشة على ماء على عين ماء لبني عامر فنبحتها الكلاب فقالت أم المؤمنين عائشة أي ماء هذا أي ماء هذا قالوا ماء الحوأب قالت ما أظنني إلا راجعة الحديث روى بن أبي شيبة في مصنفي بسند صحيح قالت ما أظنني إلا راجعة وفي رواية الإمام أحمد ومسند البزار كذلك بسند صحيح من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لأزواجه رضوان الله عليهن يوما ما تخلي بالك من كلام الصادق الذي لن طيق عن الهوى قال لهن يوما أي تكن صاحبة الجمل الأجبب الأجبب يعني كثيف الشعر أي تكن صاحبة الجمل الأجبب تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب يقتل عن يمينها وشمالها قتلى كثير وتنجو بعدما كادت أن تهلك الله ما بتصليش على الصادق صلى الله عليه وآله وسلم لا والله نسمع الرواد تاني عشان تعرف أن الكلام ده كله أخبر به الصادق الذي لينطق عن الهوى وقد تكلمت بالأمس أنه صلى الله عليه وسلم أخبر عثمان بالشهادة وبشره بالجنة وأمره أن لا يخلع القميص أي قنص الخلافة وأمره أن لا يقاتل وبشره بالاستشهاد موضوع واضح خريطة واضحة نعم الصادق لينطق عن الهوى أي تكن صاحبة الجمل الأجبب تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب يقتل عن يمينها وشمالها قتلى كثير أي في موقعة الجمل وتنجو بعدما كادت أن تهلك قالت ما أظنني إلا راجعة فألح طلحة والزبير أنهم ما خرجوا أنهم ما خرجوا جميعا إلا لأصلاح فسارت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها إلى أن وصلوا إلى البصرة وهنا أصر علي ردوان الله على الخروج لملاقات طلحة والزبير في البصرة فقام عبد الله بن سلام ليأخذ بخطام دبته ويستحلفه بالله ترجمة نانسي قنقر